توقعات الابراج من 1 تموز وحتى 7 تموز مع عالمة الفلك جمانة ابيسي وبرج الحمل. برج الحمل صحته على احسن ما يرام. امور مادية كتير منيحة. اه في مساندات اه مساندة مالية اللي لقلو من حدا من افراد عادتو. مولود اثور امورك العاطفية كمان. كمان منيحة. في حدا فيه تدخلات حتكون من الداخل بيتك. اه فيك ما تحتم فيها. وخليك بها السعادة اللي انت فيها. مولود الجوزة بتشبه شوي اه مشكل شي بتشبه شوي مولود. مشكل شي بكون سعيد اه انه يملك كل شي. اه السعادة الاكبر انه يقتنع باللي موجود معه. هادي هي السعادة بتكون لموجود الجوزة. فعليك انك تقتنع اه مولود الجوزة بهذا الموضوع. اما بالنسبة لمولود السرطان صفرك موجود. الايقامة جاية ان شاء الله. او البعض منهم الفيزا جاية. يعني فيه ناس ناطين ايقامة. فيه ناس ناطين سفر. فيه ناس ناطين فيزا والسفر على كل احوال. اه سفر موجود لمولود السرطان بحسب دورة الامر كيف عمزير على مدار هو السرطان بالفلك. اما بالنسبة لمولود الاسد. اه مؤامرة كبيرة يضدك حكونا هالاسبوع. حاول انك تكون ادى وقدود وتفتح عينك منيح وتقرأ حتى الوراق اللي بين ايديك لانه فيه كلمات مخفية. ممكن انت عجلتك اه ما تنتبه له. كارت تقرأ ان كان عقد عمل او ان كان شغل او اي شي وراق. راها كتير قبل ما يوافع هالورقة. اما بالنسبة لمولود العزراء انت اه من بيتك اللي انت فيه لبيت جديد ان شاء الله. والبيت حيكون ارضي اكتب ما حيكون بيت اماكن عالية. مولود الميزان اه مشارك جديد خلال هالاسبوع وهالمشارك رح يكون خارج ارضه واكتر شي بالامارات. ممكن تكون او ببلاد قطر. اللي عايشين من الدول الاجنبية رح يكون يقطعوا شي قديم وينتقلوا على شي جديد بعمل اخر. مولود العقرب بعض المناسبات السعيدة رح تنعزم عليها. والبعض منهم حياملوا مناسبة كتير حلو بالبيت فيه تهنية لالك بخصوص مركز بخصوص عمى بخصوص احد اولادك او حتى خطوبة زواج. مولود القوس ما تستعجب كل شي بدك تقوم فيه خلال هالاسبوع. يرد بتهدي حالك شوي وبترويق شوي امورك لانه بكون على احسن ما يرام. العجلة من الشيطان فبابا انصحك بتعمل اي خطوة هالفترة هالاسبوع. بالنسبة لمولود الجديد اللي هو دايما بحيري بين قلبك وعقلك. لأ انا بقلك امشي بقلبك لانك صارك زمان ما حبيت وصارك زمان ما تصرفت بقلبك. كل شي بالعقل مش كل شي حلو بالعقل. بالنسبة لمولود الدلو اللي هلا انت ماشاء الله مرتح من هداك الاسبوع ومفاع بعدك فرحان بعدك بفرحتك الكبيرة. لكن هلا في زاد الفرحة على فرحة عاطفية رجوع الماضي لالك او ممكن يكون شخص اخر هيتهر حياته العاطفية اذا كان مطلق او اذا كان خالي من الحب. اما بالنسبة لمولود الحوت يلا بلش تبحر حياتك بلشت عم تبحر بالبحر بهذا الاسبوع فانت رح تبحر ان شاء الله من دولة عربية الى دولة اجنبية والبعض من دولة اجنبية الى دولة عربية.